حفرت وزيرة الخارجية الألمانية نانيلا بوربوك في بداية حوار بيترسبرج حول المناخ من عواقب أزمة المناخ وأكدت بيربوك أن أزمة المناخ الخطر الأمني الأكبر على العالم وأدعت وزيرة الخارجية الدول الشركة إلى توحيد الجهود وتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وقالت أن حوار بيترسبرج حول المناخ يعتبر لبنة أساسية في تمهيد الطريق لعقد مؤتمر عالمي ناجح للمناخ كوب 27 في نوفمبر من هذا العام في مصر من أجل وضع النقاط الأساسية التي ستطرح للنقاش في فعاليات كوب 27 السيد ستطرح لإعطاء المناخ والخطب بالوصول إلى شكل فاعل من أشكال تنفيذ القرارات والحصيات